هذا ويفتتح جلالة الملك المفدى غدا دور الانعقادة العادية الثالث من الفصل التشريعي الرابع ليبدأ العمل الفعلي للمجلس الوطني بغرفتي النواب والشورى وكما هو مقرر سيعقد المجلسان جلستين إجرائيتين بعد إعلان جلالة الملك المفدى افتتاح دور الانعقادة الجديد مباشرة لتمارس السلطة التشريعية عملها الفعلي بعد ذلك وفقا لدستور المملكة أقل من 24 ساعة تفصيلنا عن إعلان جلالة الملك المفدى افتتاح دور الانعقادة الثالث من الفصل التشريعي الرابع ليبدأ مجلساء النواب والشورى غدا جلستين إجرائيتين تعقب جلسة افتتاح دور الانعقادة الثالث من الفصل التشريعي الرابع مباشرة ولكن بدء العمل فعليا سيكون يوم الثلاثاء المقبل حيث يبدأ النواب الفصل التشريعي بردود حكومية بين متحفظة ومطالبة بإعادة النظر في تعديلات القوانين المقترحة وبجدول مثقل بالرسائل الحكومية البالغة 27 رسالة تضم مشاريع قوانين صغتها الحكومة بناء على اقتراحات قوانين تقدم بها النواب سابقا كما سيناقش مجلس النواب مشروع قانون محال من الحكومة يرفع تعويض التعطل إلى الف دينار بدلا من خمسمائة ويقضي بصرف التعويض بواقع سبعين بالمئة من أجر المؤمن عليه الشهري بدلا من ستين بالمئة كما أحالت الحكومة للنواب أيضا مشروع قانون يحدد التعاقد مع الأجانب لشغل الوظائف الحكومية بعام غير قابل للتجديد في حال تعذر إيجاد مرشحين بحرينيين يذكر أن الحكومة أحالت لمجلس النواب في الإجازة التشريعية سبعة مشروع قانون تمت صياغتها بناء على اقتراحات بقوانين تقدم بها أعضاء السلطة التشريعية بواقع 14 مقترح قانون تقدم بها مجلس النواب وثلاث اقتراحات من مجلس الشورى وأرسلت الحكومة للنواب ردها على 80 مقترحا برغبة تقدم بها أعضاء المجلس المنتخب كما أحالت الحكومة للسلطة التشريعية البيانات المالية المدققة لحساب احتياط الأجيال القادمة للسنة المالية 2015 أما مجلس الشورى الذي أنجز خلال الدور المنصرم ما يقارب 80% من إجمل 24 مشروع قانون أحيل إلى المجلس فيما بلغت المحصلة الكلية لمشروعات القوانين التي نظرها المجلس واللجان الدائمة خلال دور الانعقاد الماضي ومن ضمنها مشروعات القوانين التي حولت من أدوار انعقاد سابقة ما مجموعه 51 مشروع قانون حيث أقر المجلس 19 مشروع قانون بالتوافق مع قرار مجلس النواب وأحيلت تمهيدا لتصديق جلالة الملك المفدى عليها سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين